قصف وقصف مضاد ففي كل مرة تنطلق فيها قذائف من الاراضي السورية وتسقط بمناطق غير مأهولة في هضبة الجولان يرد الجيش الاسرائيلي بضربات على نقاط عسكرية تابعة لسلطة الاسد اخر تلك الضربات اعلنها الجيش الاسرائيلي في قناته على التليجرام حيث قصفت طائرات اسرائيلية مواقع عسكرية تابعة للواء 112 الذي يقع بين منطقتين والشيخ مسكين بريف درعا ضربات احدثت انفجارات هزت المنطقة وفق صحيفة عينب بلدي في حين لم تعلن سلطة الاسد اي تفاصيل او حصيلة للخسائر يقول الموقع ان القصف الاسرائيلي سبقه اطلاق لقذيفتين من جنوب سوريا نحو هضبة الجولان دون توثيق اضرار بشرية او مادية حرب اسرائيل على غزة يبدو انها غيرت في اهداف القصف الذي اعتادته اسرائيل على قوات الاسد والميليشيات الايرانية المنتشرة على الجغرافيا السورية في ظل تهديدات اسرائيلية متكررة لبشر الاسد وتحميله مسئولية اي نشاط ينطلق من الاراضي التي يسيطر عليها كما توعد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي دانييل هاگاري ان اسرائيل ستواصل الرد وبكل شراسة شرق سوريا لا يختلف كثيرا عن جنوبه كساحة مفتوحة لايصال الرسائل فمنذ الحرب الاسرائيلية على غزة تتعرض عدة قواعد امريكية شرقية سوريا لهجمات صاروخية او بطائرات مسيرة تبنى بعضها ميليشيات تتبع لايران دون الاعلان عن خسائر مادية او بشرية في صفوف القوات الامريكية فهل ستنجح الضربات الاسرائيلية لقوات الاسد وسياسة الرد المحدود الامريكية في منع تمدد نيران الحرب على غزة والحيلولة دون انفجار المنطقة